خلينا يا دكتور نعرف هل في سبب معين واضح نقدر نقول ده بسببه بيجي التشنجات دي أو بيحصل نوبة الصرع اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة في أسباب واضحة مثلا عمر سن أمراض معينة وراسة يعني في حاجات معينة يا دكتور أكتر من 50% من حالات الصرع ليس لها سبب حتى الآن 50% نص نص مالوش سبب إيديوباسيك أو كريبتوجينيك مالوش سبب واضح وفيه تقريبا 40% أو 45% بيبقى فيه أسباب تؤدي إلى حدوث الصرع إيه أشهر أسباب اللي ممكن تعمل نوبات تشنجات مستمرة أو صرع أول حاجة وأشهره مثلا نرتفع درجة الحرارة وقصوصا في الأطفال دائما بنقول الأممات أنهم ما يسيبوش درجة حرارة الطفل تعدي توصل 39-40 لأن ده ممكن يعمل تشنجات حرارية ممكن يكون فيه لغبطة في بعض الأملاح أو السكر في الجسم يعني مع سقوط السكر السيفير هايبو جليسيميا أو الهايبر جليسيميا علو السكر علو جامد أو أن السكر يقل ده ممكن يعمل نوبات تشنجات فدي برضو أسباب في الدم الحرارة لغبطة في الأملاح السكر حاجات زي كده فيه بقى أسباب في المخ نفسه تمام أشهرهم على الإطلاق طبعا بعض أنواع أورام المخ خصوصا في الكبار فيه أنواع معين من أورام المخ اللي هو بنقول عليه أورام المخ النجمي اللي هي طالعة من نسيج المخ نفسه يمكن معنا صورة فيها بقى يعني أنواع الأشعة مثلا الصورة على الأقصى لمن ده نوع من أنواع أورام المخ اللي هي بتيجي دايما بصرع كتير لذلك برضو فيه رسالة بنوجهها أي مريض بالغ أي مريض بالغ تجيله نوبة تشنجات لأول مرة في حياته لازم يعمل أشعة رانين على المخ ما يستناش أنه هو زي ما نقول ياخد علاج ويعمل رأس من مخ ويلاعمل فهمش حاجة ويبتلي يتحسن حتى على علاج وما يعملش رانين لازم يعمل رانين فيه أسباب تانية زي مثلا المرضى اللي بيبقى فيه إصابات في الرأس أو أنه عملوا حادثة وجالهم نزيف في المخ فعملوا عملية لتفريغ النزيف ده ممكن بعد سنين يبتدي هذا المكان من المخ اللي كان فيه نزيف يدى ليف ويتحول بدوره البقرة صراعية تبتدي تعمل كهرباء فيه معه بيبقى فيه برضو بعض التشوهات في الإشرة المخية وده نوع من أنواع العيوب الخلقية في المخ التشوهات في الإشرة المخية دي مع الوقت سواء إشرة مخية زيادة أو إشرة مخية ليلة أو بعض حالات دمور المخ ده بيتحول بدوره مع الوقت أنه هو يتحول لبقرة صراعية وتعمل كهرباء زيادة في بعض التشوهات الدموية يعني يكون فيه وحمة دموية في المخ تبقى حاجة صغيرة كده قد العنبه وحمة دموية هو مولود بيها ولكن مع الوقت ومع كل ما يكبر تبتدي أنها تتحول لبقرة كهربائية فيه جزء أكبر مالوش أسباب وفيه أسباب بره المخ وفيه أسباب فيه المخ نفسها اللي هي أشهرها أورام المخ أو فيه الالتهابات يعني برضه تشنجات ممكن تيجي في المرضى اللي بيجي لهم الالتهاب سحائي الالتهاب السحائي اللي بيجي بسخنية جديدة مرتبط بدرجات الحرارة برضا بس ده بيبقى الالتهاب في المخ سواء بقى الالتهاب بكتيري أو الالتهاب مناعي فيه بعض الأنواع من الالتهابات المناعية لو زي الرسموسين إنكفلايس ده ممكن ييجي بتشنجات شديدة